السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناة وصفات عائشة بلوس كانت من لكم صحة والسلامة دائما نقول لكم وشهر مبروقة ومرحبا بكم في قطير راحة جديد كانت من ان شاء الله يعجبكم اليوم غد نقدم لكم هاد المملحات الرائعين هنا عندي جوج نكهات ان شاء الله غد يجربوهم ويعجبوكم هاد النكهات كيجوا زوينين بساف ومختلفين على اللي وجدت من قبل مباشرة غندوز معاكم غد نجيبو حد الكيلو ديالة دقيق دقيق الفورس اللي ضروري كان نغربوه ضروري بقت نغربوه قدامكم باش تشوفو كل شي بعينكم صفي مني نغربلتها دقيق كان نجيبو حد لمارغارين كان ندوبها لان مني نصوبت هاد المملحات كان جو برد بزاف وقلت ان ضروري ندوبها خليتها دوبتها وخليتها أبا ودرت واحد المعلقة كبيرة هنا ديال الملح ومعلقة صغيرة ديال البزار كان نخلط هكا واحد شوية يعني ذي شوية لان كل شي هنا ناشف ضغية كيتخلط داك شي ضغية ضغية يعني ذي بالرؤس الأصابيح بحال هكا سافي وغادي نجيب هنا ذاك ذاك الزبدة اللي دوبت ذاك المارغارين اللي دوبت وغادي نخويها كيف ما كتشوفو وكان زيد هنا واحد الكاس محيد منه هكا واحد سنتيم كاس ديال الزيت الزيت العادية كان نخويها على هذيك الزبدة وخصوصا إلا كانت هذيك الزبدة ما زالة شوية سخونة كان نضيف هذيك الزيت عليها مباشرة باش ما كتخليهاش يعني سخونة بزاف كتبردها شوية وستفي كان نخلط بحال هكا كان ندوز على الدقيق كامل كان حاول اللبسو ذاك الزيت وهذيك المارغارين اللي دوبت وكان بقى نحكها كبين الكف ديالي ديا كان ندوز على الدقيق كامل فالحال سخون ما غاديش تلقاوا يعني مشكيل بحال هكا ضغية 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 كيتلبس الدقيق في الحال بارد كتولي ذاك المارغارين كيف ما كتعرفو الزبدة ضغية كتولي تجمد لينا هنا واخدوا بت هذيك المارغارين الغية كتولي تدير بحالة يعني كتولي تجمع ولكن حكيتها مزيان كيف ما كتشوفو يعني وتلبس دك دقيق كامل ده بغادي ناخد واحد ضغية ديالي بنا اللي غادي ندوزها في الحكاكة نحكها ضغية ديالي بنا إما ديالي بقري ولا ديالي غنمي اللي غادي نحكها بحال هكا يعني باش ما جيش بينن حكا هذي الحكاكة رها رقيقة صافي غن نكملها بحال هكا ونخلط مزيان صافي نخلط مزيان هذيك ضمة ديالي بنا كيف ما كتشوفو مني كتكون المسائيل بقى ناشفا يعني ضغية كتخلط دكشي مني كنديرو السوائل كنحاولون ندمجو كل شي مزيان غير بحال هكا ضغية ضغية غي كان نتأكدو ان ذيك ضمة ديالي بنا يعني مشات في الدقيق كامل ما تبقاش جيها فيها وجيها ما فيهاش او نقدروا نلقى شي بلاسة يعني فيها بكتفة هنا كان ناخد هذك الدقيق يعني هنا في هاد المرحلة هذي كان ناخدو بحال هكا ونقسمو القصرية عندي كبيرة يعني اقسمتو غيت ما ما عندي لاش نتعدى ونديرو كل حاجة بوحدها كان اخد هنا واحد جوج فرماجات كان ندير واحدة في هاد الحيثة ووحدة في هاد الحيثة كيف ما كتشوفو قصمت عنا هذ دقيق على جوج حيثة الحيثة اللولا كيف ما اشتو درت لها واحد فرماجة ومع القصغيرة ديال العطرية ديال الجيش الحيثة التانية درت لها زعيترة هذي الحيثة اللولا غدي نكمل عليها غن دير لها التحميرة كيف ما كتشوفو مع القصغيرة او الشومية الحلوة واحدة مع القصغيرة ديالها مطارد وفاش كان وصل لها مطارد كان نضيف حتى الحيثة التانية يعني كيلا لحظو هاد الحيثة هذي اللي كان خدم فيها غدي تكون حرة يعني بما انه كان شوفو كان يعني دائما مني كان ديرو مطيش هاد الحك يعني كان عرفو بلينا ذاك الحيثة لها كتكون يعني حرة سمحوا لي يا الشومية الحلوة ماشي مطيش ديال الحك بيمكنكم ديرو مطيش هاد الحك لانا مول سبق لي درتها بمطيش ديال الحك وكتجي حتى هي رائعة هاد المرة درتها غيب بالتحميرة ما ضفتش مطيش ديال الحك لانا ضفت تحميرة حيث خدمتها بالعطرية ديال الجاج هاد المرة عن صورة يعني اضافي هو العطرية ديال الجاج وكتجي رائعة كان حاولنا نضيف شوية ديال الماء في الحال سخون خدو الماء غير من الصنبور انا هنا درت شوية ديال المادافي لانا لامارغارين ضغيقة تحاول تدر لي واحد الحبيبات وكان بقى نخدم هكا منيك يكون الجودة فيه راحنا ما كان نلقوش مشكيل هكا في العجين منيك كان نديرو هكا زبدة ولا بحال هكا في الحال بارد دائما كتكون تقنية ديال الخدمة كتكون اختلفة انا هنا غادي ناخد هاد العجينة وغادي نتأكد منها ان كل شي ندامج لان كيف ما قلتكم اللامارغارين كتولي تدير واحد الحبيبات وهنا غادي نخدم هاد العجينة مزيان بحال هكا منين يكون الجودة فيه راح ما غا تلقوش هاد المشكيل دغية غادي تجمع لكم غادي تجمع لكم شوية ديال الماء غير عادي من الروبيني وغادي تجمع لكم العجينة بلا ما تعلقوها ما تديرو لاتشي حاجا انا هنا فقط حيت كان الجو بارد بزاف وحاولت نخدمها باش كاتتدخى هديك الامارغارين وكاتت تمشي في العجين كاملة صافي يربح على هكا انا دابا تأكدت منها راح ندامجات مزيان وغادي نجمع هكا هاد العجين وغادي نخليها هكا أبار وصافي وغادي ندوز للحيسة التانية وغا نخدمها بنفس الشيح حتى هي غا نضيف لها بيضة وغادي نجمعها وغادي نجمعها وغادي نجمعها وغادي نجمعها بالمدافي وغادي نخلي العجينة ترتاح بعد ما كاتترتاح العجينة عاد كيم كلينا نخدموها غادي نبدأ بالحيسة اللولة وهاكا غادي نحاول ندرلها هاد الخدمة هادي يعني غادي نحاول نسرحها ونطويها بحالي لا غادي نستعمل لابات في يطي يعني رابي امكركم ما تستعملوش هاد طريقة غيل مهم انا عجبتني هكا علاش باش مني كنسرحها كتجيني مقادة وكتجي يعني واحدة طريقة كتجي في هاد الموملاحات سافي غادي نحاول غا نقادها ونخليها ترتاح يعني هاد الشي علاش راهي لا بغيتو اه اه يلا صلح لكم يعني وصوتو العجين يجي مقاد ما كان حتى مشكل وخا ما تديروش هاد يعني هاد الخطوة هادي غادي نحاول نسرحها كا علتاني ونغلي نطويها بحال هكا ونخليها ترتاح سافي غا نخليها بحال هكا ترتاح وغادي نستمر بحال هكا نصوب عو تاني الحسة التانية بنفس الشي يعني غادي ننرلها بحال هكا كيف ما كتشوفو سافي نخليها ترتاح ضروري العجين دائما ديال اي حاجة كي يخصو يرتاح باش كي يعطينا الطوع فالخدمة سافي غادي نخليها ترتاح ونخدم العجينة التانية حتى هي بنفس الطريقة غادي نحاول نسرحها وتهيها غا نطويها وندر لها بحال هاي يعني كيف ما كتشوفو يعني نفس الطوية وغا رجع للعجي الاول لان هو اللي يرتاح في الاول وغا نبدا نسرح بحال هكا كيف ما كتشوفو قد جيني هكا مقادة باش مانا غادي ننزلها في اللاطة غا تجيني مقادة يعني ما غاديش عند هذيك القنات يعني مضيفورميين ولا يعني غادي نمشير بحال هكا بشوية كنحاول عليها بشوية باش ما تضيفورم صافي وغادي ننزلها هكا في اللاطة وغادي نجيب هنا يعني واحد المعلقة كبيرة دي الماطيش هاد الحك ماشي بضرورة معلقة كبيرة يعني خوضوا القياس اللي تحتاجوا غزيدوا عليه شوية دي الملح وشوية دي الماء وغادي باش تخفاف شوية وهنا يمكن لكم إما تزيدوا معاها الحر في اللول إما حتى تدهنوا عاد غادي تدردرو هذيك الحر من الفق يعني بودرة وإلا بغتوا تديروه معاها في الأول ديرو يعني بجوش الطرق يعني نفس النسيجة وهنا كان أخد جرارة وكان بدا هكا ندير هات السميطات هكا يعني على الطور كان دير السميطات رقاق وغنو اللي نعكس وبنفس الطريقة كان صوب لي عاجين تاني العاجين تاني غادي ندهنوا بلا مطارد غادي ناخد واحد المعلقة كبيرة المهم كمية دي اللا مطارد وغادي نخففها حتى هي شوية ودهنتها كيف ما كتشوفوه ودرت زعيت را من الفوق زعيت را اللي كان صخنوها في فوحة المقلة وندردروها مزيان حكوها مزيان وندردروها من الفوق وقطعت هاد الحسة هاد بها الشكل هاد هذا يعني والحسة التانية قطعتها يعني مصة طيلة صغارين وقد دخلوهم الفرن وكردو معهم البال يعني كردو معهم البال حتى كيوجدو لنا وكتجي النتجة بحالها تشكل كيجي ورائعين أنا مني صوبت هادي دي الحر الحسة اللي فيها الحر يعني مني نصوبتها برمتها واحد شوية كيف ما كتشوفوه هنتم يعني بغيت نبدل شوية وصافي برمتها بحال هكا نتمنى تجربوا يعني هاد المملحات صرحة كتجي زوينة بزاف كتجي مقرمشة كتجي فتية يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف واختال فنعة وتانية اللادات يعني هنا قدرت زعيت را والعطرية ديها البجاج اه كتجي وحد النكهة يعني مختلفة على العدل اللي كان بدأونا نصوبه لا هنتم كيف ما كتشوفو فتية هنتم يعني فتية كتجي رائعين تمنى ان شاء الله تجربوها وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته